أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين حكما بالأعدام شنقا بحق متهم قام بقتل موظف في محكمة بداءة شرقاط وقال مجلس القضاء الأعلى أن المتهم قام بالتعارض للموظف وأطلق النار عليه وهو داخل سيارته أثناء عودته إلى البيت بصحبة زوجته وأبنه لافتان إلى أن سبب الجريمة يعود إلى رفض المجن عليه إنجاز معاملات غير أصولية للمتهم شكرا